قصة الملك والوزير الحكيم يحكى أن في قديم الزمان أن هناك ملك له وزير حكيم يتصف بشدة الإيمان والورع فكان كلما أصاب الملك حادث مقلق كان الوزير يطمئنه ويقول له لعله خير ويشرح له الحكمة من ذلك لذلك كان الملك يحب أن يرافقه حتى في رحلات الصيد في يوم من الأيام وفي إحدى خرجاته مع الوزير للصيد حدث للملك مكروه لم يكن بالحسبان حيث سقط في حفرة كبيرة أثناء محاولته الإمساك بأحد الطرائد في الغابة فأصيب بنزيف حاد في إصبع يده ما جعل الطبيب يأمره بقطع الإصبع حتى لا يتضرر باقي الجسم بسببه فقال له الوزير الحكيم لعله خير فغضب الملك غضبا شديدا وهو يصرخ من شدة الألم أي خير هذا الذي تقول يا مجنون وأمر حراسه بحبسه في الحين فقال الوزير الحكيم مرة أخرى لعله خير مضت بضع شهور والوزير ما زال ماكثا في السجن أما الملك فقد شفي وقرر الخروج للصيد برفقة مجموعة من الحراس وأثناء الصيد ابتعد عن الحراس حين كان يتعقب صيده بهدوء حتى خرج عن حدود مملكته دون أن يشعر فوقع في أيدي جماعة من الحراس من قبيلة أخرى والتي كان أهلها يعبدون الأصنام والعياذ بالله فاعتقلوه وأخذوه بهدف تقديمه قربانا للأصنام التي يعبدونها وعندما أتوا به إلى زعيم قبيلتهم ليتولى عملية ذبحه وجد إصبعه مبتورة فأمر بتركه وإعادته من حيث أتى وذلك لأن القربان يجب أن يكون صحيحا وسليما وبالفعل فقد تم إطلاق سراحه وعاد إلى القصر مبتهجا لنجاته من الموت بأعجوبة عندها فذكر ما قال له الوزير وعبارة لعله خير فأمر حراسه بإحضاره من السجن روى الملك كل ما حصل معه للوزير واعتذر له عما بدر منه ثم سأله عن الحكمة من قوله لعله خير حين أمر بإداعه السجن فابتسم الوزير الحكيم ورد عليه أنه لو لم يحبسه لكان سيصبحبه معه في الصيد كما يفعل عادة وسيكون قربانا للأصنام بدلا منه العبرة من القصة الإيمان بقضاء الله وقدره هي من أسمى معاني ومراتب الثقة بالله عز وجل وهو أساس السعادة في الدنيا والآخرة والله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر